اشتركوا في القناة اغلب الدوارات من الفين وسبح تندباء يعني كنكون حاضر هو بحقق مهرجان ولا عنده واحد هوية وعنده واحد شخصية وممكن نعتبره انه مهرجان عريق خاصة بالنظر للافلام اللي يتم اختيارها لف المسابقة الرسمية ولا خارج المسابقة يعني افلام عنده واحد فيها واحد نوضج فكري والتقافي مهرجان مراكش عنده واحد خصوصية ثقافية عالمية اللي في حقه يحق لنا اننا نفتخروا بهذا الحدث للأسف كان هناك بعض محاولة تقليد التجارب العالمية في سينما مغربية محاولة تقليد فقط بطريقة سطحية او لا كين بعض تجارب سينماية مغربية اللي كتحاول تحتك بهذا بالسينما الايرانية بالسينما الكورية بالسينما الروسية ولكن اللب دلالاشياء كيكون كنفتقدوه لان السينما اللي كتحس بان الفين المغربي وصلنا واحد المستوى مقبول او لا احسن من المقبول كين نحسوه بعض مرات بانا كين تجارب اللي شوية شقة طريق ديالا نحو النجاح ولكن كيبقى مبادرات فرضية معزولة بقي ما عندناش واحد صناعة سينماية متطورة لا في سينما المؤلف ولا في سينما التجارية المغربية بقي ما ما عندناش بسبب جملة من المشاكل اللي هي مستوى السيناريو لمستوى الرؤية الإخراجية بزاف لهذا غير باش نوضحو يعني المشاهد الكريم الفين السينماي ماشي مجرد سيناريو ومجرد تصوير مشاهد فيديو الى اخيره السينما هي واحد رؤية متقدمة لوجود واحد رؤية فلسفية فكرية واحد وجهات نظر ماشي عادية ماشي وجهات نظر عادية للعالم والمجتمع الفين السينماي اللي كيكون ناجح واللي كيكون عنده واحد تنفسية دولية والتنفسية عالمية كيكون في بعض الشرط متعلقة بالحكي بالسرد الروائي بالافكار اللي هي ماشي افكار نمطية بل هي افكار فيها ابتكار وفيها واحد الابداع وهذا شي باش نوصلولو اراها خدمة ماشي غاية للسينمايين خدمة دي المجتمع كامل التعليم التربية التقافة دينا الى اخيره نهار نهار تطور سينما دينا عارف بان المجتمع المغربي تطور والدولة دينا كمنا تقدمات الان انا متفرغ من المجال الفني فاتسعة وفي التعليق عندما سألت مهمة دي لبرلمانيا كملت منذ شئ خمس اشهور انا انا انتظار تشكيل الحكومية الجديدة انتظار تشكيل الحكومية الجديدة انا انا متفرغ للابداء والفن وكن حس الحرية واحد الراحة اكتر كشخص كإنسان بالتالي العلاقة ديالي بالإبداع الآن ستكون فيها واحد الحيوية فيها واحد فيها طمأنينة فيها واحد الهدوء يعني بالنسبة لي الآن نحس براسي كافلنا بموقع افضل أفضل موسيقى الممثل متعدد وموسر طويل موسر حياة في واحد الوقت كان عندي ميولات المسلسلات التاريخية وكانت عندي تجارب عربية مختلفة بحل المسلسلات سقر القريش ومسلسل رابع قرطوبا كان عندي بعض الأفلام الدولية اللي غادي فالتجا مثل قصة التوأمين هذا فيه إنجليزي وثم غالغاميش دي المخرج العالمي بيتر راينهارد هذا تهوك عنده حد سبغة تاريخية وكانت مرحلة معينة ممكن نعود نرجع بمستقبلا هذا اللون وممكن لله على حسب العروض اللي غادي جيني وبالتالي ما أنا ما كان صنفش نفسي في نوع معين بل هي مسيرة أنا أقول لك مسيرة متعددة سينما اللي تلتقط تفاصيل ديال الواقع أنا كمتلقي كعجبني نتفرج سينما اللي واقعية ونفسية يعني السينما اللي تلتقط تفاصيل ديال الحياة الإنسان تفاصيل الدقيقة جدا وهذا ما يميز الأفلام العالمية الناجحة أنك تلتقط هذك تفاصيل لما كتلتقطاش العين المجرد العادية ما عنديش شي ممكن تلقاو في عمال ممكن ما تلقاوش حسب السياق وحسب الظرف وعلا شئ وعلا شئ واسبقنا امتلنا واحد المسلسال من إخراج ليلة تلكي مسلسال الغريب كان نعدا في نفس تقريبا في نفس العمال واحد الفيلم أيضا من إخراج حسن الجون دي سميته ثالب أصيلة وكنت عملت واحد مسرحية عملت إخراج ديالها سميته سيدة المتوسط وكنت معي قدس في دور بطولة ونالت جائزة ديال تشخيص يعني أحسن ممتيلة في المهرجان الواطنين للمسلح بالرباط لذلك ممكن مستقبالان على شئ الله غير تكون ماشي حقاش غاد نتلقاو لأنها هي الزوجة ديالين نتلقاو لأنها خصنا نتلقاو كممتيلين كفنانين ماشي حقاش القرابة العائلة اللي غاد تفرض نفسها اشتركوا في القناة